اشتركوا في القناة وانا صغير هو فيلم جيمز بوند الجديد الفيلم من بطولة دانيل جريج ورامي مالك وانا دي ارمس وليا سيدو وفيه برضو نفس طاقم العمل بتاع الافلام اللي فاتت زي والفيلم من كتابة واخراج كاري جوجي فوجاجوا اللي هو واحد من اشهر اعماله الاخراجية بتدور احداث الفيلم قرر جيمز بوند ان هو يسيب الخدمة ويبدأ ان هو يتعايش مع حياته وبيقرر ان هو يبعد خالص عن السكك دي ويقرر ان هو يعيش في حياة هادية في جامايكا حد ما في يوم الايام صديقه القديم فليكس سليتر من وكالة المخابرات المركزية بحاول يستنجد بجيمز بوند علشان عاوزوا ان هو ينقذ عالم مخطوف وكالعادة جيمز بوند بيحاول ان هو يمشي على خطوات ليشفر سافين وهو الفيلان الجديد للفيلم جيمز بوند مكانش متوقع خالص ان الشرير ده يكون واحد من اكثر الخطورة في عالم جيمز بوند بسبب التكنولوجيا الخطيرة اللي بيملكها فيلم جيمز بوند الجديد دابل او سافن هو خلاص اخر فيلم لدانيال جريج ازا جيمز بوند دي من اكتر الحاجات اللي انا بصراحة متدايق منها لان انا شايف من وجهة نظري ان دانيال جريج هو تاني افضل واحد قدم سلسلة جيمز بوند بعد شون كونري من وجهة نظري الشخصية على الرغم ان انا اساسا متربي على افلام جيمز بوند من وانا صغير كنت محب اتفرج على بيرس بروسنن وبعد كده لما حبيت اكتر جيمز بوند ومش عارف ايه اتفرجت برضو على شين كونري روجر مور ما عجبنيش اوي كان فيه برضو واحد تاني بس للاسف مش متذكر اسمه بس شون كونري انا حسنت ان هو اكتر واحد لايق على دور جيمز بوند اما بالنسبة لبييرس بروسنن انا بصراحة مع اختلاف مع ناس كتيرة جدا على الرغم ان فيه ناس كتيرة جدا ممكن تقول ان ده جيمز بوند بتاعنا او بتاع الجيل بتاع التسعينات وناس اكتر كتيرة جدا حبوه اكتر من دانيال جريج بس انا بصراحة ما كان شلا بيعجبني افلامه ولا كان بيعجبني هو بيرس بروسنن شخصيا افلام مثلا انا افلامه بصراحة ما كانش بتاعجبني خالص فيش غير تقريبا غير فيلم واحد مشكلة ان افلام جيمز بوند بتاع بيرس بروسنن بالذات كل فيلم كان هو كان بيعمله انا مكنتش بشوفه غير مرة واحدة لان انا اساسا نوعية الافلام اللي كان بيقدمها في جيمز بوند انا مكنش بحبها الفيلانز كنت بحبهم مش وحشين بس كافلام انا بصراحة مش نفس بقوة افلام دانيال جريج من وجه نظري لان مش عارف يعني بحس ان الافلام كان بتبقى جيزي جدا او بتبقى سهلة جدا او الفيلانز بيتم التغلب عليهم بسهولة تقريبا كان فيه فلم واحد بس اللي كان حلو ببلا finish جيمز بوند للسل اے bitte كان في فلم واحد بس انا عجبني برس بروسنن في الكاركتر بتاع جيمز بوند بس على عكس دانيال جريج أنا بصراحة Quantum of Solace أكتر جزء بصراحة هو ما عجبنيش بس بقى الأفلام كانت كويسة إلى حد ما جزء كبير جدا Skyfall واحد من أفضل الأفلام بالنسبة لي لسلسلة أفلام جيمس بوند مش بتكلم بس كأنا دانيل جريج أنا بتكلم كمان كجيمس بوند إن جنرال أساسا Casino Royale وسكاي فول فيلم طبعا متوقع أنه هو حجيب إرادات كاسحة لأن بصراحة الفيلم كان طحفا حلو جدا وعلى عكس أتوقعي كان أحسن من الجزء اللي هو اللي فات بتاع سباكتر أنا سباكتر برضو ما عجبنيش قوي كان ممل بطيق قوي يعني حسيت أن أنا قلت مستحيل حتفرج على حاجة يعني أكتر أنفخ من Quantum of Solace ده أسوأ فيلم جيمس بوند مع دانيل جريج سباكتر بصراحة يعني أنا قلت يعني أبوس إيديكو يعني ده حيكون فيلم الأخير لدانيل جريج فأمش عايزين يتفرج على نفس المأساة اللي احنا شفناها في Quantum of Solace أو في فيلم سباكتر الانسباكتر برضو كان ممل جدا 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 حتى كمان كان أكشن سيكوينس فيلم No Time To Die أنا شايف أن هي نهاية حلوة جدا 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 خصوصا لي جيمس بوند خصوصا لدانيل جريج بس أنا يعني ممكن تقوله نهاية الفيلم بالنسبة لي أنا كعمر مرضية ومش مرضية في نفس الوقت مرضية بالنسبة لي جمهور دانيل جريج ومش مرضية بالنسبة لي أنا لأن بصراحة يعني من غير محرقة بس النهاية بصراحة كنت متوقع حاجة أقوى من كده لأن اللي حصل في النهاية ده بصراحة كان يعني والله يعني الفيلم خلص أنا قاعد في الكرسي قاعد بتفرج لسه مستني يعني الفيلم خلص والله الفيلم الفيلم خلص ماشي بس لسه يمكن ضحكوا علينا في حاجة ممكن تحصل نفضل قاعدين مستنيين الآن بتحصل الفيلم خلص ومشكلة خلص والنور طفى والسينما ولعت وأنا قاعد برضو الفيلم خلص كلهم تقريبا السينما كلها قامت مع عادة عالعبد اللي قاعد الفيلم خلص بجد يا جماعة ده هو فيلم خلص كده أنا قاعد أصلا قاعد بتوتر متوتر وأعمل عرق ومش مصدق ان الفيلم خلص كده يعني هي ممكن عشان كده بقول لكم ممكن تكون انها مرضية بالنسبة للناس وانها مش مرضية بالنسبة للناس أنا بصراحة لو جيت سألتني انت بالنهاية عجبيتك ممكن اقول لك او لا من الاخر يعني لان انا بصراحة كنت متوقع انها اقوى من كده بشوية بس لو حتيجوا تفكروا فيها بالعقل والمنطق هي دي تعتبر ممكن تكون النهاية المنطقية بالنسبة لدانيل جريج في الفيلم ده بتاع خصوصا ان خلاص يعني دانيل جريج مش حامل أفلام جيمز بوند تاني لان هو خلاص كبر في السن وهو قال اصلا شخصيا ان الكاركتر اللي هو بيلعب بتاع جيمز بوند بيحتاج ان هو فيزيك معين والراجل خلاص كبر يعني الراجل ده في اخرى الخمسينات فهي صعب جدا هو بالنسبة لان هو يلعب الكاركتر بتاع جيمز بوند تاني اللي انا بقى خاف منه حاجة واحدة واتمنى بصراحة ان هو ما يعصلش لان بصراحة يعني دلقه حصل انا ممكن يعني اولع في الدنيا يعني حتى ان برح كنت اعمل بوست على انستجرام برح كذا ستوري طيب اشكر الفيلم يعني لان الفيلم كان بجد كان حلو جدا وفاق كل توقعاتي وخفت ان هو يقع في نفس القلب بتاع سباكتر بس الحمد لله لا اللي انا خاف منه بقى حاجة واحدة يا الله لو ده حصل ان هو ما هيشيلوا الكاركتر بتاع جيمز بوند عمتا خالص ان في بصوا في حاجتين ان في ناس سمعت ان هي في ناس مترشحة ان هما يبقوا مين يبقى جيمز بوند توم هاردي هنري كافل إدريس ألبا وتوم هيدلستن اللي هو لوكي اربع خمس ممثلين كده وبعد كده هنري كافل إدريس من يومين ان هو عايز يلعب دور الفيلن في جيمز بوند المشكلة بقى الانيل ان لو حصل بقى ايه بقى وده قررته كتير وفعلا خايف ان ده حقيقي ده اللي يحصل ان حيمشوا مش حيمشوا هما حيلغوا الكاركتر الراجل خالص بتاع جيمز بوند وحيجيبوا واحدة ستة حيخلوها جيمز بوند نفس الحوار بالزبط بتاع جوني داب في بايروتس الف الكاريبيان ان هما حيمشوا جوني داب جاك سبارو وحيجيبوا واحدة ستة او تريبا حيخلوها مارجو روبي باين حاجة شبه كده ايه لا هتبقى جاك سبارو يعني بجدددده لو حصل يعني انا مش عارف يعني ممكن ارياكت ازاي على الموضوع اذا انا يعني انا بالنسبالي ممكن اجيبوا يعني السيكوريتي اللي تحت البيت عندي احسن ما يجيبوا واحدة ستة ان يعملوا دور جيمز بوند يعني انتم بجد مقتنعين يعني انتو بجد مقتنعين. انتو بجد مقتنعين ان ممكن واحدة ستة بتيجي تعمل دور جيمز بوند? طب ازاي? يعني جيمز بوند ده فيلم يعني سلسلة افلام بتعمل بالها خمسين سنة. تبقى روجر مور بريز بواصنال دانيا جريج شون كونري وكل الناس دي كلها. سلسلة افلام بالها خمسين سنة بتعمل. والراجل دانيا جريج باله بتاع خمساشر ستاشر سنة بيعمل من اول كازينو رويا الفين وستة. بعد كل ده بعد كل الفاشقات دي حاجي واحدة سأتبس ازاي? يعني دي انا نفسي افهمها. يعني لان بص برضو مش عارف مش عازي احرق حاجة معينة لان مش فاكر اذا كان زكرة في التريلر ولا لأ. بس هو في حد تاني في حد تاني دابل او سيفن في الفيلم. وتقاري اه تقلت في التريلر. مش الحمد لله مش هاحرق. بس هي تقلت في التريلر انا فاكر كان تريلر تو تقريبا. البنت السامرة اللي طلع في الفيلم هي دي هتبقى النيو دابل او سيفن. البنت السامرة اللي تطلعها في الفيلم دي هتبقى دابل او سيفين الفيلم البنت حرفيا ولا كار Lyn 와 تمثيل ودما هيولتش وحاجة في منتهى البيض. يعني انا اسف حاجة في منتهى البيض. يعني انا دي ارمز اللي موجودة في الفيلم اللي هي اصلا تصلك تقريبا حرفيا طلعت اربع اخمس مشاهد انا شايفة انتوا لو اخدتم بنت ممكن تطلعو عنا دي ارمز احسن ما تطلعو البنت دي. يعني انا كنت تتمنى ان انا اشوف انا دي ارمز اقتر اصلا في الفيلم. غير ان ساعات غيرا ان فيلم كمان تلات ساعات انا ما نح�يتش بملل خالص يعني عكس فيلم بجد يعني فيلم تلات ساعات وما حستش بملل نهائي اول مرة هخش فيلم تلات ساعة حيثي انا مش عايزة حش الحمام ده حقيقى بجد يعني ااا الابنت السامرة اللي طلع في الفيلم بجد دي لو حتبقي انا مش يعني غير ان انتم غير انتم في شخص هتفشغوا الكاركتر غير ان الفيلم هيسقط يعني انتم متخايلين انتم متخايلين ان فيلم جيمز بوند ده جماعة بلو خمسين سنة حقيقي بلو بتال خمسين سنة يعني جدي شافه وابويا شافه ولا دلوقتي بشوفه وحبا فراجه كمان ان شاء الله لما خلف اجيب عيل فان انتو كل دي وفي الاخر بتجيب واحدة ست ازاي انا مش عنصوري ضد ستات انا مش عنصوري ضد ستات ومش عنصوري ضد البشرة الزاتة البشرة السوداء لا عنصوري هنا ولا عنصوري هنا انا باتكلم ككونسبت ازاي هتجيبه جيمز بوند كست ده سؤال ده كده مفروض يتحط كده في الحلقة والله جيمز بوند حيبقى ست ازاي ده مفروض يعني تخيلوا كده تخيلوا كده روز في تايتانيك تخيلوا روز في تايتانيك روز جاك وروز يعني جاك يبا ديكابلو تخيلوا بقى مثلا نجيبوا روز يقلبوه ولد يعني ايه اللي بيحصل دلوقتي ايه اللي بيحصل ده ده شفتوا بقى انتو دلوقتي اكيد يعني كرنجيته في الموضوع او حاصيته بشمي ازاز في الموضوع ده نفس النقطة اللي انا بتكلم فيها يبقى ازاي يعني شفت انت عملتوا ايه دلوقتي شفت انت عملتوا ايه ده بلا انا اصدوا اتمنى بجد حقيقي واحد يعني بتكلم يعني كواحد من بجد من الفانز بتوع جيمز بوند من زمان جدا اتمنى ان هما ما يعملوش الهابل اللي هما عايزين يعملوه والافضل ان هما يجيبوا شخصية كويسة طب انت لو جيتوا سقلتوني ايه احسن يعني ايه افضل افلام جيمز بوند وايه اكتر واحد شايفو انه ممكن يليق جيمز بوند انا لو حتقول لي الصراحة اقول لكم سكاي فول اول واحد وبعد كده كازينو رويال وبعد كده اه نو تايم تو داي وبعد كده سبكتر وبعد كده كوانتوم ابسولاس ده بالنسبة الافلام جيمز بوند بتاع دانيل كريج اما بقى بالنسبة لحتة ان هو مين ممكن يليق على النيو جيمز بوند ان هو ممكن يجي لو جيتوا فكرتوا فيها مش عارف يعني بصراحة لو جيتوا سألتوني هقول لكم مش عارف توم هيدلستن اللي هو لوكي حسوا يعني مش حيبالاه على الدور لان هو من نوعات الناس اللي هو بيهزر كتير ودانيل كريج يعني او بيريس بروسنل او شين كونري يعني هيقوا او الابيرنس بتاع جيمز بوند مش ده الفاني ون يعني تحسوا ان هو قافش كده على طول وكده تحسوا ان هو صدغ كده في نفسه مش لاعي على الكاركتر بتاع توم هيدلستن فاهمين قصدي يعني هو توم هيدلستن فعنا بجد اخره لوكي اما بقى بالنسبة اه انا زهقت توم هاردي انا بجد ارفت من توم هاردي على قدم انا بحبه جدا 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 بعشاؤه بس انا زهقته توم هاردي انا عادي اشوف حد جديد والله لو جيتوا سألتوني مين ممكن لي هنري كابل بيقول لك عايز العب فيلين فدي برضو برضو معرفهش مش خرش راحو ادريس الباب بصراحة برضو مش مختنع بي كازا جيمس بوند برضو مش عنصري دد الناس الصامرة مش عنصري بس انا كهايئة جيمس بوند ادريس الباب مش شايفوه لو جيتوا سألتوني مين ممكن اكتر واحد يلي على جيمس بوند والله جا حد في دماغي دلوقتي فعلا بجد لو لو جابوه وعمل له مثلا اوديشن على الدور انا شايف ان هو حالي مين هو هو سيليان ميرفي اللي هو توم شالبي في بيكي بليندرز انا شايف ان ده ممكن الى حد ما اللي مش شايف اي حد تاني ممكن يليبه صراحة فيلم هو الخاتمة الفشيخة لأفلام دانيال جريج ازا جيمس بوند حقيقي بجد لازم تتفرجوا على الفيلم هو فاق كل توقعاته ده غير طبعا الانترو بتاعت الاغنية بتاعت بيلي ايليش بتاعت نو تايم تو داي كانت الاغنية عبارة عن روع انا ماشي مبارح بعد الفيلم حرفان قاعد بدندينها في الشارع لحد ما روحته لما روحتها تسمحها تاني ولما صحت منه ما عادت تسمحها تاني فلا اختيار اغنية بيلي ايليش نو تايم تو داي انا عندي احتاس انه ممكن تترشح اوسكار في اوريجينال سونج واتمنى ان هي تكسب زي اغنية سكايفول سكايفول ككسبت اغنية تقريبا ورايتجنون دوال بتاعت سام زميث فاختيارات دايما المغنيين او الاغاني اللي عامة في افلام جيمس بوند بتبقى فوق الرواع على الرغم ان انا كنت معترض على بيلي ايليش في الآد بالذات في الاغنية كان نفسي جيب واحدة زي كده لانا در ريع بصوتها عظمة بس بيلي ايريش بصراحة صوتها كان جبره والاغنية كانت جبرة حتى لما تغنت لايف انا سمعت لايف بتاعت الاغنية يعني بصراحة حاجة عظمة تقييمي لي فيلم نو تايم تو داي هو تلالين من عشر بس ما عنديش حاجة تانية اقول لها عن فيلم نو تايم تو داي هتمنى الحلقة اكون عجبتكم ان شاء الله شوفوا فيديوات تانية قريب منسوش تعملوا 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 تعمل وتعملوا تعملوا وطار في اليسيقبي ولاو حابيبين تعملوا لي في السيبوفوك وتتروا وإنستغرام وتعملوا في السيبوفوك Utter itscription واي واي اشتركوا في القناة